موسيقى نشرة الأخبار من قناة الأخبار المغربية أهلا بكم علماء لدى مصدر عسكري أن وحدات لخفر السواحل تابعة للبحرية الملكية تعمل في البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي قدمت المساعدة خلال فترة عيد الأطحى من 9 إلى 12 يوليوز الجاري لما مجموع 257 مرشحة للهجرة غير الشرعية حاولوا القيام بعملية عبور محفوفة بالمخاطر على متن قوارب تقليدية الصنع وقوارب من نوع كياك وكذا عن طريق السباح وأوضح المصدر ذاته أن الأشخاص الذين تم إنقاذهم وغالبيتهم من إفريقيا جنوب الصحراء من ضمنهم نساء وأطفال إضافة إلى مواطن أفغاني وآخر يمني قد تم نقلهم سالمين إلى أقرب موانئ المملكة بعدما تلقوا الإسعافات الأولية الضرورية على متن وحدات البحرية الملكية إلى الخبر الدولي مشاهدين حيث نشرت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا مجموعة جديدة من صور غير المسبوقة للكون التقطها تليسكوب جيمس ويب الفضائي التابع للوكالة بعد أن كشفت في وقت سابق عن أول صورة للكون بالألوان التقطها التليسكوب ذاته تقرير حمزة الخدار إننا اليوم نقدم للبشرية رؤية جديدة رائدة للكون رؤية لم يسبق للعالم أن شاهدها من قبل الكلام هنا لمدير وكالة الفضاء الأمريكية ناسا بعد أن كشفت الوكالة عن مجموعة جديدة من الصور غير المسبوقة للكون التقطها تليسكوب جيمس ويب الفضائي التابع للوكالة ويعد هذا التليسكوب الفضائي الذي تم إطلاقه في شهر دجمبر الماضي مرصدا فضائيا طور بشكل مباشر من قبل ناسا ووكالة الفضاء الأوروبية ووكالة الفضاء الكندية ويتكون التليسكوب الهائل من مرآة رئيسية ضخمة ذهبية وأدوات تستقبل إشارات الأشعة تحت الحمراء ما يجعله قادرا على استكشاف العوالم البعيدة حتى عبر الغبار كما أنه قادر على إجراء التحليل الطيفي للأجسام البعيدة مما يمكن أن يساعد في تحديد الغلاف الجوي للكواكب أو رصد وجود الماء أو حتى تحليل الطربة ويعاول العلماء على هذا التليسكوب لمساعدتهم في دراسة نشأة المجرات الأولى في الكون ومقارنتها بالمجرات الحالية وكيف نشأ النظام الشمسي وإذا كانت هناك حياة على كواكب أخرى دولينا دائما منح وزراء مالية دول الاتحاد الأوروبي كرواتيا الضوء الأخضر النهائي لاعتباد اليورو عملة لها بدءا من مطلع العام المقبل وستكون الجمهورية التي استقلت عن يغوسلافيا السابقة في التسعينيات وانضمت للاتحاد الأوروبي قبل أقل من عشر سنوات هي الدولة العشرين التي تعتمد العملة الأوروبية الموحدة تقرير عثمان الطاهري انتقال كرواتيا من الكون إلى اليورو سيأتي اعتبارا من 2023 الانتقال يأتي بعدما منح وزراء مالية دول الاتحاد الأوروبي البلاد الضوء الأخضر النهائي لاعتماد العملة الأوروبية الموحدة اليورو وقالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستي لاغارد خلال مراسم التوقيع في بروكسل إنها مناسبة للاحتفال وخطوة اتخذت عن قناعة مضيفة أن كرواتيا بأسرها قررت وكانت مقتنعة بأهمية اعتماد اليورو والانضمام للمنطقة الخاصة به ومن أجل الانضمام لليورو كان على كرواتيا الالتزام بشروط صارمة منها إبقاء التدخم في نفس النطاق مثل نظرائها في الاتحاد وتبني خطة إنفاق عام سالم كرواتيا كانت قد عبرت عن استعدادها لاعتماد العملة الموحدة لدى انضمامها للكتلة الأوروبية في عام 2013 ويأتي قرار السماح لزاجريب باعتماد اليورو في وقت احتفلت فيه العملة بمرور 20 سنة على تدولها انضمام العضو الجديد لمنطقة اليورو خرج للوجود على وقع تراجع قيمة العملة الأوروبية لتبلغ مستوى التكاثم مع الدولار الأمريكي ما ينذر بأزمة كلفة المعيشة في اقتصاد هذه المنطقة إلى اليابان حيث ودع آلاف اليابانيين جثمان رئيس الوزراء السابق تشينزو آبي في يوم جنازته أقيمت مراصم الجنازة بحضور عائلة وأصدقائه المقربين في معبد زوجوجي في توكيو شيماء جبران وتفاصل آلاف اليابانيين يودعون جثمان رئيس الوزراء السابق تشينزو آبي في يوم جنازتها مراصم الجنازة أقيمت بحضور عائلته وأصدقائه المقربين في معبد زوجوجي وتوجه عدد كبير من الأشخاص بشكل عفوي إلى أمام المعبد تكريما للقياد الذي أتار اغتياله عن عمري سبعة وستين عاما صدمة في البلاد وبعد مراصم الجنازة غادر الموكب المعبد ومر أمام المؤسسات السياسية التي تولى فيها آبي مناصب خلال مسيرته المهنية وهي البرلمان ورئاسة الوزراء ومقر الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم فيما دون شقيق آبي على تويتر خسرت شقيقي وخسرت اليابان قائدا لا يمكن تعويضها مضيفا كان شقيقي يحب اليابان وخاطر بحياته من أجل السياسة ومن أجل حماية هذه الأمة ومن جهة أخرى شارك أكثر من ألفي شخص في إلقاء نظرة الوداء على آبي في المعبد نفسه بينهم كاشيدا ممثلا الإمبراطور ناروهيتو إلى جانب شخصيات سياسية واقتصادية يابانية وديبلوماسيين أجانب وأعلن وزير الخارجي الياباني أن أكثر من 1700 رسالة تعزية وصلت في المجمل من 259 دولة ومنطقة ومنظمة دولية وحسب وسائل أعلام محلية منحت الحكومة اليابانية آبي وإسام الأقحوان الكبير وهو الأعلى في الأرخابيل نعود مشاهدين إلى الخبر الوطني حيث قدم المجلس الوطني لحقوق الإنسان اليوم الأربع بالرباط خلاصات أولية للجنة الاستطلاع لبناء الوقاع التي تم إحداثها على إثر محاولة مهاجرين غير شرعيين اقتحام سياج الحديدي على مستوى إقليم الناظر وتستعرض الخلاصات الأولية للجنة التي قدمتها رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان السيدة آمنة أبو عياش خلال ندوة صحفية خلفية إحداث لجنة الاستطلاع وخاصة لمحاولة فهم النمط غير المسبوق لعبور المهاجرين للسياج وكذا السعي إلى الوقوف على حقيقة الادعاءات التي تم تداولها بشأن عدم تقديم الإسعافات للمصابين ودفن المتوفين واستعمال الرصاص الحي وتحديد انتهاكات حقوق الإنسان المحتملة خلال عملية تدخل القوات العمومية والتأكد من حقيقة المعطيات المنشورة المتعلقة بهذه الأحداث وحسب المصدر ذاته فقد اعتمدت اللجنة على تكييف منهجية استطلاعها مع هذه الجدة من حيث الكم من الأحداث وطبيعتها حيث عقدت لقاءات واجتماعات مع عامل إقليم النظور ومع الوكيل العام للملك لمحكمة الاستئناف بالنظور والمندوب الإقليمي بالنيابة لوزارة الصحة والطبيبة مديرة المستشفى الإقليمي الحسن بن نظور وعدد من ممثلي جمعيات المجتمع المدني العاملة في مجال الهجرة الواصلون مشاهدين هذه النشرة بالأخبار الدولية حيث انطلقت رسميا حملة الصباق نحو دوني ستريت والتي سيتنافس فيها ثمانية نواب محافظين للحلول مكان رئيس الوزراء البريطاني المنتهي ولايته بوريس جونسون بعد أن حصلوا على دعم ما لا يقل عن عشرين من زملائهم التقرير كفر التجاري نتابح انطلقت رسميا حملة الصباق نحو دوني ستريت والتي سيتنافس فيها ثمانية نواب محافظين للحلول مكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بعد أن حصلوا على دعم ما لا يقل عن عشرين من زملائهم وبحسب المجموعة البرلمانية المحافظة المكلفة بوضع قواعد الاقتراع لم تكن هناك مفاجآت حيث خصل كل من وزير المالية السابقة ريتشي سوناك ووزيرة الدفاع السابقة بيني موردونت ووزيرة الخارجية ليس تراس والنائب توم تاجندات على دعم عشرين من زملائهم للترشح رسميا وسيتنافس أيضا وزير المالية الجديد ناظم زهوي والمستشار القانونية للحكومة سويلا برافرمان ووزيرة الدولة السابقة للمساوات كيمي بادينوتش ووزير الصحة السابق جيريمي هانتا على سعيد آخر رفعت شركة تويتر دعوة قضائية ضد إيلو ماسك لإجباره على الالتزام بالاتفاق المبرم بينهما والذي تعهد بموجبه الملياردير بشراء المنصة مقابل أربعة وأربعين مليار دولار قبل أن ينسحب من هذه الصفقة التقرير لحمزة الخدر نتابع بعد أن قرر الانتحاب من صفقة استحواذه على المنصة تويتر يرفع دعوة قضائية ضد إيلون ماسك لإجباره على إتمام صفقة الاستحواذ وتأتي هذه الدعوة التي رفعت لدى محكمة في ولاية ديلاويرا الأمريكية بعد إعلان ماسك إلغاء اتفاقية الاستحواذ مبررا القرار بعدم حصوله على معلومات كافية حول الحسابات الوهمية على المنصة محام تويتر قالوا في الدعوة التي قدموها إنهم يسعون إلى إلزام ماسك بالصفقة مشيرين إلى أن الملياردير يرفض بعد أقل من ثلاثة أشهر من الإعلان عنها الوفاء بالتزاماته لأن الصفقة التي وقعها لم تعد تخدم مصالحه الشخصية وكان الفريق القانوني لتويتر قد رأى في رسالة بعث بها إلى صاحب شركتي تيسلا وسبايس اكس أن قرار الإلغاء باطل وخطأ معتبرا أن ماسك انتهك الاتفاق الذي توصل إليه الطرفان في أبريل الماضي في موضوع آخر سجلت درجات الحرارة مستويات قياسية جديدة في إسبانيا حيث تخطى 42 درجة مئوية وكذلك في جنوب فرنسا والبرتغال بعد أقل من شهر على موجة الحر الأخيرة التي ضربت أوروبا تابع تقرير سفيا عصمان سجلت درجات الحرارة مستويات قياسية جديدة في شبه الجزيرة الإبيرية حيث تخطت 42 درجة مئوية وكذلك في جنوب فرنسا بعد أقل من شهر على موجة الحر الأخيرة التي ضربت أوروبا تزايد موجات الحر في أوروبا هو نتيجة مباشرة لاحتباس الحراري ويقول العلماء إن انبعاثات غازات الدفيئة تزيد من قوة موجات الحرارة ومدتها ووتيرتها وسجلت 41 درجة مئوية في مدن أخرى في جنوب غربي وجنوب ووسط إسبانيا مثل باداغوث وخيين وأفيلة وفي البرتغال المجاورة وصلت الحرارة إلى 44 درجة مئوية نهاية الأسبوع الماضي في بعض المناطق وتسببت موجة الحر بحرائق عدة وسط البرتغال في الأيام الأخيرة وطالت موجة الحر هذه جنوب غرب فرنسا أيضا حسب ما أكدت مصلحة الأرصاد الجوية الفرنسية وتجاوزت درجات الحرارة 30 درجة مئوية في جزء كبير من البلاد وفي المملكة المتحدة حيث من المتوقع أن تصل درجات الحرارة إلى 33 درجة مئوية في جنوب غرب البلاد وجهت الأرصاد الجوية الوطنية تحذيرا قبل موجة حر قصوى مع حرارة قد تتجاوز 35 درجة مئوية كشف البطل الأولمبيو السابق في ألعاب القواسير محمد فرح لشبكة بيبيسي البريطانية أنه أحذر إلى بريطانيا بشكل غير قانوني وتحدث العداء البريطاني عن طفولة صعبة اتسمت بأحدث صادمة تفاصل في تقرير مارين بن عيسى كشف العداء البريطاني الشهير الحائز على أربع ميداليات ذهبية أولمبية محمد فرح كشف أنه كان ضحية للاتجار بالبشر عندما كان صغيرا حيث جرى نقله بطريقة غير شرعية إلى بريطانيا البطل الأولمبي قال في فيلم وثائقي بثته قناة بيبيسي إن اسمه الحقيقية هو حسين عبد كاهين ووصل إلى المملكة المتحدة مع أطفال امرأة لم يرها من قبل عندما كان عمره تسع سنوات وهي من منحته اسم محمد فرح ونقلته إلى جيبوتي ثم إلى بريطانيا حيث عمل محمد خادما في المنازل العداء البريطاني ابن التاسع والثلاثين عاما تحدث أيضا عن الأحداث الصادمة والمأساوية التي شهدتها طفولته حيث أفاد أن والده قتل في الحرب الأهلية في الصومال عندما كان في الرابعة من عمره متراجعا عن ما قاله سابقا بشأن عيش والديه في المملكة المتحدة هذا وقد تمأنا متحدث باسم وزارة الداخلية البريطانية أنه لن يتم اتخاذ أي إجراء على الإطلاق ضد السور محمد فرح وذلك ردا على ما حذر منه محامونة من إمكانية صحب الجنسية البريطانية منه بعد الذي كشف عنه إلى العاصمة البلجيكية بروكسل حيث افتتح أكبر ومتحف للخضع البصرية في أوروبا وتندرج هذه المنشأة ضمن سلسلة من المتاحف التي تهتم بالغموض القائمة على الأفكار الذكية والفيزيائية تابعا مع روبرتاج مراسل إنفاند كات خمين بروكسل زيارة واحدة إلى هذا المكان قد لا تكفي من أجل عيش التجربة القائمة على الغموض ونظريات العلمية الفيزيائية ماتحف الخضع البصرية في العاصمة بروكسل للهالة الأولى ستجد كل ما ترى وكانه يدعوك على الفور إلى وقفة من التفكير وتحليل ما يجري أمامك من تجارب بصرية تحفز فيك شغف الاكتشاف والبحث بعناية وذهن مشغول عن أدواتها واحدة تلو الأخرى من بين عشرات الألعاب والمعروضات المختلفة في أقسام المتحف هذا المكان هو جزء من سلسلة متاحف تعرض عبر العالم وهو يحتوي على بيئة خاصة بالخضع البصرية أو الوهمية كما يقال ومن بين أهم المعروضات تنتمي لقاعدة النظر إليها من اتجاهين مختلفين وتمكنك من النظر إليها من اليمين واليسار ونحن نحاول أن نستخدم الخضع في هذه المقطع تحديدا ويمكنك تجربة ذلك بنفسك شئت أم أبيت؟ سرعان ما يفرض عليك المتحف تجربة غير تقليدية في اعتمادك على حواسك حين تلمس ما هو غير واقعي على كل شيء يدور أو تعتقد أنه يتحرك أمامك فكل ما تلمحه من حولك يجعلك في حالة اتصال وخطاب عقلي لمعرفة حقيقة ما يحدث فعليا أو ما لا يحدث واقعا من أبرز ما سيلفت انتباهك في المتحف هو نفق الدوامة وهو عبارة عن استوانة بإضاءة زرقاء ممزوجة بتأثيرات بصرية على شكل دائري ستثير في داخلك خدعة الدوران وأحيانا فكرة السقوط إلى جانب إقسام عديدة في المكان تأخذك في جولة من الانعكاسات عبر الحركة والمرأة إضافة إلى مجموعة كبيرة من الصور الخادعة بشتى أشكالها المختلفة المكان رائع لقد اكتشفت الكثير من الخدعة البصرية التي تبدو لي في الوهلة الأولى وكأنها شيء معقد وصعب ولكن هناك تجارب تستحق الاهتمام والتفكير يعد المتحف من أهم الأماكن الذكية التي تستقطب الكثيرين من الرواد والزوار بشكل يومي ومن المهتمين منهم بخوض فرصة ثقافية وتعليمية تمنحهم نشاطا ذهنيا عبر جولة سريعة تؤمن لهم التمارين البصرية الممتعة والمحيرة في الخبر الرياضي مشاهدين أعلن نادي دي سي يونايتد الأمريكي لكرة القدم تعاقدهم مع المهاجم الدولي السابق الإنجليزي واين روني الإشراف على تدريبه بعد أن دافعا ألواني كلاعب بين عامي 18 و2000 و19 و2000 تقرير حمزة الخطر بعد أن صال وجال في الملاعب وعنق الشباك بأهداف ستظل حية في أذهان محبيه ومشجعي ها هو ذلفت الذهبي لأونجلات تيرا واين روني يواصل مداعبته لكرة القدم وهذه المرة كمدرب لنادي دي سي يونايتد الأمريكي لكرة القدم والذي أعلن عن تعاقده مع المهاجم الدولي السابق لمنتخب الأسود الثلاثة روني سيحل بدلا من الأرجنتيني هيرنان لوسادا المقال من مهمه بعد ست مباريات فقط على انطلاق الموسم عقب ترد نتائج الفريق دي سي يونايتد فشل في العودة إلى سكة الانتصارات بعد رحيل لوسادا حيث يحتل حاليا المركز قبل الأخير في المنطقة الشرقية برصيد 17 نقطة من 17 مباراة وخاض روني مغامرته الأولى على دكة المدربين بعد مسيرة طويلة في الملاعب مع نادي ديربي كاونتي الذي غادره في نهاية يونيو علما أن قائد منتخب مجلتر السابق انضم إلى الفريق كلاعب في العام 2020 بعد مغادرته دي سي يونايتد حيث سجل في صفوف الأخير 23 هدفا في 48 مباراة في موسمي 2018 2019 رياضيا دائما فاز دراجة دنماركية ماغنوس كورت نيلسون بالمرحلة العاشرة من طواف فرنسا للدراجات الهوائية التي ربطت مورزين وميجيف على مسافة 148 كم فيما احتفظ حامل لقبيس لوفيني تادي بوكتشار بالقبيس الأصفر كفر التجاري والتفاصل فاز دنماركي ماغنوس كورت نيلسون بالمرحلة العاشرة من طواف فرنسا للدراجات الهوائية والتي ربطت مورزين وميجيف على مسافة 148 كم فيما احتفظ حامل لقب السلوفيني تادي بوكتشار بالقميص الأصفر وتفوق نيلسون بفارق ضئيل جدا على الأسترالية نيك تشولدز في محتلة الإسباني الويس ليون سانشيز المركز الثالث متأخرا بفارق سبع ثوان في المرحلة التي انتهت صعودا بمسافة 19.2 كم وهو الفوز الثاني لنيلسون في طواف فرنسا بعد أربعة آوام من تحقيق انتصاراتها وبالخبر الرياضي مشاهدينا نصل إلى نهاية هذه النشرة تفاصيل وفا عن أخبار المغرب والعالم تجدونها كالعادة على موقعنا الإلكتروني 24tv.ma إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر